بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع حلقة جديدة من برنامجكم القبوريون من آمة السلف ونعني بالسلف العلماء الذين سبقوا وإن كنا قد ذكرنا بعض من السلف الصالح فعلا أهل القرون الثلاثة الأولى في الحلقات السابقة الآن نأتي بالذهب والذهب من الشيوخ الذين يعظمهم الوهابية ويعتقدون أنه على طريقتهم رجل نعم له بعض المخالفات وله بعض الأخطاء في باب العقيدة ولكن في هذا الباب في باب التوسل والاستغاثة والتبرك خالف شيخ الإسلام الحصري والوحيد لهذه الفرقة الآن في الجزء العاشر صفحة 107 في ترجمة السيدة نفيسة طبعا مواضع في سير علام النبلاء وفي كتب الذهبي قريب من 25 موضع سأكتفي بما أذكر الآن ليس كل المواضع سأذكرها ذكر في ترجمة السيدة نفيسة قال نفيسة السيدة المكرمة الصالحة ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن السيد سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وقيل كانت من العابدات بالصالحات العوابد والدعاء مستجاب عند قبرها هذا القيل حتى لا يقال ها انظر ذكرها بصيغة التمريض من عارف الجماعة عندهم نصب واحتيال كبير اسمع تقرير الذهبي قال بل وعند قبور الأنبياء والصالحين وفي المساجد وعرفة ومزدلفة الذهبي ذاته في سير علام النبلاء في الجزء السابع عشر صفحة خمس وسبعين في الترجمة بن لال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن الفرج بن لال الهمذان الشافعي إلى أن قال قال شيرويه كان ثقة أوحد زماني مفت البلد وله مصنفات في علوم الحديث غير أنه كان مشهورا بالفقه والدعاء عند قبره مستجاب نقله عن عشيرويه كيف ينقل الشركيات هذا الذهب ذكرها في باب الذم أم في باب المادح في باب الفضائل أم في باب المثالب مدام الشركيات هذه كيف يذكرها لاحظ الضلال الوهابي نستمر ذهب ذاته في سير أعلام النبلة الجزء السابع عشر صفحة 215 ابن فورك ابن فورك صاحبنا هذا الأشعري الإمام الكبير الوهابية يكرهونه ويعني لا يحبون ذكره الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين أبو بكر محمد ابن الحسد بن فورك الأصبهاني سمع مسند أبي داود الطيالسي من عبد الله ابن جعفر بن فارس حدث عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري أنا أقرأ بسرعة وأحذف بعض الأشياء الأشياء طويلة وآخرون صنف التصانيف الكثيرة قال عبد الغافر في سياق التاريخ الأستاذ أبو بكر قبره بالحيرة يستسقى به إلى أن قال فمات بقرب بست ونقل إلى نيسابور ومشهده بالحيرة يزار ويستجاب الدعاء عنده طيب ذهب ذاته في سرع عام النبلاء في ترجمة أحد علاماء اسمه بكار في الجزء الثاني عشر صفحة ستمائة وثلاثة قال ابن خلكان وكان بكار تاليا للقرآن بكاء صالحا دينا وقبره مشهور قد عرف باستجابة الدعاء عنده وقال أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الأردستاني الجزء السابع عشر صفحة أربعمائة وثمانية وعشرين أيضا نقل عن شيرويه قال كان ثقة يحسن هذا الشأن سمعت عدة يقولون ما من رجل له حاجة من أمر الدنيا والآخرة يزور قبره ويدعوه إلا استجاب الله له قال يعني شيرويه وجربت أنا ذلك قال الذهبي ذاته في سيرة معروف الكرخي قال وقال إبراهيم الحربي وقبره معروف هو الترياق المجرب وأقره الذهبي بعد ذلك وقال الدعاء يجاب وهذه أماكن مباركة أو معنى قولي هذه الآن يعني ليست منقولها أمامي لكن أنقولها من الذاكرة طيب السؤال هذه التي يسميها الوهابية شركيات وكفريات وينكرون علينا فيها صباح مساء وأنا واقف في يوم من الأيام التقطت لي صورة عند شهنق شبند وحقيقة أدعو الله تعالى وأعلى بأن الرجل لا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع ولا يضر ولا ينفع بل أدعو الله له بعلو المرتبة والمنزلة لأنه عبد صالح من عباد الله الصورة انتشرت وقالوا انظروا كيف يعبد الصالحين كيف يعبد القبور والصالحين مع أني حتى لم أتوجه إليه حتى في دعائي إنما وقفت أمامه أمام رجل كتب الله له الذكر الحسن وآلاف خلق الله استفادوا منه ودل الخلق على الحق جل جلاله هذه السيار الأيام هذه السيار الأئمة الكبار يذكرون حوادث التبرك والاستغاثة الصغار كالذهب ينقلها في على سبيل المناقب وليس المثال لو كانت شركيات وتخرج الناس من الدين كما يفعل الوهابية فلماذا ينقلها العلماء ماذا هو الشرك أكبر يخرج من الملة أو هو وسيلة للشرك في أحسن أحواله ألا يكون هؤلاء العلماء قد تلقوا علومهم على شيخ الإسلام الحاصري والوحيد لهذه الفرقة ألا يخافوا من الشرك الذي يحمط العمال عجيب أمر هؤلاء العلماء يا أخي ما هو مؤمنون انتبه جيدا على نواقض ابن عبد الوهاب لإسلام المسلمين التي نقضناها في سلسلة خاصة الذهب هنا أيضا يكون مشركا لأنه أقر وسكت بل وأيت في بعض المواضع أقولها هدية لإخواننا الذين أعمى قلوبهم التعصب واستهانوا تكفير المسلمين أنتم في حال انقطاع تام عن علماء الأمة لأنك لن تجد واحد من علماء الأمة إلا وله مواقف قبل ابن عبد الوهاب هذا طاغية الشرك والتكفير والذي كفر آبائه وأجداده أنت في حال انقطاع عن العلماء سبب هذا البلاء انعدام الأسانيذ لديكم ثم الإرهاب الفكري عباد القبور أين عباد القبور من عبد قبرا هؤلاء العلماء عباد قبور طيب ما عبدنا ولا أحد يعبد أصلا وليس عندنا تقية يا أخي لماذا نستحي إذا كان إلها كيف نستحي من ذكر إلهنا هل إنسان يستحي من ذكر إلهه ربنا الله وحده جل شأنه وتعالى سلطانه في كل ركعة نقول الله أكبر وفي كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين أما هؤلاء فهم عباد الله الصالحون لا يقدمون ولا يوخرون إنما هو مثل المسجد مثل عرفة مثل الملتزم مثل أماكن مباركة لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل شرك فوبيا ليس عندنا هذه المشكلة هذه في عقول وهابية شرك اسمه شرك القبور أساسه خطأ وقع فيه ابن تيمية أضاف رواية في حديث ابن عباس وهو يتحدث عن أصل عبادة الأصنام لم تذكر القبور أنذاك في الحديث الصحيح جاء أنهم جعلوا لهم أنصابا أتى ابن تيمية عبارة فقال فعكفوا على قبورهم شوف عند روها حتى الرجل نفسه عند روهاب الشرك من القبور شرك فوبيا عند ابن تيمية ذاته فأضاف عبارة في الحديث هذا وضع اسمه وضع عبارة في الحديث وذكرها في عشرات المرات متى يستيقظ الوهابية الوهابية في حال سبات من كان منهم مثل هذا اللي يغلق الشباك حتى لا يفتتن في الدين ذكرنا قصته سابقا كثير منهم لا يريد أن يستمع لماذا يخشى أن يتعكر مزاجه في تكفير المسلمين لا بد أن يكفر المسلمين وإنسان يقول لا يا أخي هؤلاء ليسوا مشركين وليسوا كافرين وليسوا كذا وكذا وهؤلاء هم نقاط الديني وهؤلاء أئمة الإسلام كالذهبي على كل حال من كان عنده قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد سيبحث عن حق ويصل إليه لا ندعوك لعبادة القبر يا أخي لا تكن واهما لا ندعوك لعبادة القهار جل جلاله واهده لا شريك له ولكن هذه أماكن مباركة فقط ليس فيها عبادة ولا شبهة العبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم